بسم الله الرحمن الرحيم تلاميذ تلميزات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم في قناة زكري يا بابا النهاردة ياولاد هنأخذه الدرس الاول من الوحدة الرابعة اللي هي اولاد الاحتمال العملي اول حاجة ياولاد هنا بيقول لك الاحتمال ايه هو الاحتمال ياولاد الاحتمال بنجيبه ازاي بنجيب عدد مرات الحصول على الحدث على العدد الكلي يعني الاحتمال القانون بتاو عدد مرات الحصول على الحدث على العدد الكلي للتجربة هنا بيديك مثال بيقول لك احمد وانجي كان العبان بقطعة نقود فالقاها احمد خمسة وعشرين مرة وانجي تسجل عدد مرات ظهور الكتابة وعدد مرات ظهور الصورة هنا ياولاد عدد ظهور الكتابة كانت طماشر وظهور الصورة كانت ايه تلات عشر من خلال الجدول السابق وجد ان ياولاد احتمال ظهور الصورة جبنا عدد مرات ظهور الصورة اللي هي تلات عدد مرات الرمي لهم الخمسة وعشرين ادينا قام ياولاد اتنين وخمسين من مية هنا يا أولاد 52 من ميليات إزاي؟ جسمنا 13 على 25 هيا يا أولاد حعمل لكم لها مسودة هنعمل كده يا أولاد هنكتب هنا 13 على 25 هنا يا أولاد 13 على 25 ما ينفعش هنعمل علامة عشرية فوق ونحط 0 تحت يا أولاد بقيت 130 فلما نقول 130 على 25 عيبقى فيها القام يا أولاد فيها الخمسة طب خمسة في 25 بمية خمسة وعشرين نعمل بعد كده نطرح عيتبقى معنا هنا قام يا أولاد يتبقى خمسة نحط 0 تحت يا أولاد بقيت 50 50 على 25 فيها الاتنين 2 في 25 بخمسة وعشرين ونطرح نلاقوا ايه خلصت كده يبقى كده يا أولاد الـ 52 من 100 طب هنا أولاد احتمال ظهور الكتابة اللي هو عدد مرات ظهور الكتابة على عدد مرات الرمي اللي هي 12 على 25 اداك 48 من 100 نفس النظام يا أولاد هنعملوا مسواد ده زي كده ونكسمه 12 على 25 هنا نقوله 12 على 25 ما ينفعش نعمل علامة عشرية ونحط 0 تحت بقيت 120 فلما نقوله 120 على 25 فيها الكام يا أولاد فيها الأربعة أربعة في 25 بمية ويتبقى معنا كام يا أولاد يتبقى معنا 20 20 نزل عن نزل بعد كده أولاد سفر بقيت 200 200 على 25 فيها التمانية ونقوله 8 في 25 بميتين ونطرح نلاقوا سفر ده بالنسبة لي أولاد جسمه 12 على 25 يدينا 48 من مية هنا أولاد بيقولك بالمثال السابق نستطيع التنبؤ بعدد مرات ظهور الصورة والكتابة عندما يكون عدد مرات رامي قطعة العملة مثلا 100 مرة إزاي أولاد الكلام ده عن نعمل عدد مرات المتوقع لظهور الصورة عن نضرب الاحتمال اللي يبناه من القانون السابق اللي هي 52 من مية نضربها في مية اللي هو عدد أي أولاد عدد مرات الرامي وهنا افترضنا ان هي مية فضربناها في مية يدك 52 مرة وهنا عدد مرات المتوقع لظهور الكتابة 48% نضربها في مية برضو يا أولاد يدك 48 مية 48 مرة المية دي رقم ممكن يتغيى ممكن 200-300 أي رقم يبال احتمال نضربه في أولاد في عدد مرات إجراء التجربة هنا لاحظ يا أولاد بيقولك كلما زاد عدد مرات الرامي في التجربة كان التنبؤ بالاحتمال أضاق يعني كلما تزيد عدد مرات الرامي في التجربة التنبؤ يكون أضاق فإذا زادت عدد مرات الرامي في قطعة العملة كان احتمال ظهور الصورة يساوي تقريبا عدد مرات ظهور الكتابة القاعدة بتقولي يا أولاد الاحتمال العملي للتجربة يساوي عدد مرات الحصول على الحدث أثناء التجربة عدد مرات الحصول على الحدث أثناء أولاد التجربة على العاد الكل لمرات إجراء التجربة العاد الكل لمرات إجراء التجربة ده اسمه الاحتمال العملي هنا عدد مرات وقوع الحدث عدد مرات وقوع الحدث يساوي احتمال الحدث اللي هو جبناه من القانون ده احتمال الحدث اللي جبناه من القانون ده في عدد مرات المحاولات في عدد مرات المحاولات هنا اختصر لك القانونين في الرسمة دي قال لك عدد مرات وقوع الحدث تكسمها على العدد الكل لاجراء مرات اجراء التجربة يديك الاحتمال طب احنا عايزين الاحتمال عايزين عدد مرات وقوع الحدث تضرب الاحتمال في العدد الكل لاجراء التجربة يديك انت عايز عدد مرات وقوع الحدث تجيب الاحتمال تضربه في العدد الكل طب عايز الاحتمال تكسم عدد مرات وقوع الحدث على العدد الكل ده اختار شرح الرسمة دي ده بالنسبة القاعدة عن نفهم أكثر أولاد لما نتابع مع بعض حل الأمثلة هنا أول حاجة أولاد المثال بيقولك الجدول المقابل يبين نتيجة استطلاع عراء 60 تلميذ هنا 60 تلميذ دول أولاد اسمهم هي في القانون العاد الكلي لمرات إجراء التجربة لهم 60 تلميذ هنا يقولك حول وجبة الإفطار المفضلة لديهم هنا يجب لك النتائج هي أولاد طعام الإفطار فول وطعمية فضلها 30 الفطائر فضلها 8 الجبنة والحلاو فضلها 22 الأرقام دي يا أولاد اسمها هي عدد مرات الحصول على الحدث اللي هو الرقم اللي يبقى من فوق يا أولاد عدد مرات الحصول على الحدث أول حاجة يقولك ما احتمال أن يفضل أحدهما أكل الفول والطعمية عن يبوها إزاي يا أولاد عن نكسم هنا نكسم 30 على 60 30 على أولاد 60 يعني يدينا نص يدينا واحد على تنين يبقى هناك احتمال أن يفضل أحدهما أكل الفول الطعمية 30 على 60 ديك نص طيب هنا ما احتمال أن يفضل أحدهما أكل الفطائر هنا الفطائر تمانية فنقوله 8 على 60 8 على 60 هنا عن اختصر أولاد 8 على 60 عن يكسم على الأربعة عن يكسم على الأربعة فيها الاتنين وعلى الأربعة فيها الخمستاشر يعني يساوي 2 على خمستاشر يبقى الاتنين على الخمستاشر جاءت منين الأولاد جسم هنا البسط على أربعة والمقام على أربعة لما جسمنا على أربعة يدك 2 على خمستاشر طيب هنا أقول لك عايزة احتمال أن يفضل أحدهما أكل الجبن والحلاوة أكل الجبن والحلاوة يجيبوها إزاي عن يكسم 22 على 60 22 على 60 هنا عن يكسم على كام عن يكسم على 2 على الاتنين فالحداشر على الاتنين فيها الثلاثين بقيت 11 على الثلاثين في حتة حلوة خاصة هنا في المثال إذا كان هناك 400 تلميذ فما الذي يمكن التنبؤ به عن عدد التلميذ الذين يفضلون أكل الفول الطعمية اللي هو إياه أولاد حتة القانون ده اللي هي عدد مرات وقوع الحدث نضرب الاحتمال نحن جيبنا احتمال أنه يفضل الفول الطعمية كام واحد على اثنين يعني نص نضربه في عدد مرات المحاولات هنا غيره لنا خلاها كام 400 فعن نضرب 400 في نص يدينا 200 تلميذ يبقى 400 في واحد على اثنين يدينا اياه 200 تلميذ ده بالنسبة للشرح مثالنا مثال اثنين هنا أولاد بيقول لك صندوق به بطاقات مرقمة من واحد لاربعين يبقى احنا عندنا الاربعين دي أولاد الى عدد مرات اجراء المحاولة اجراء التجربة 40 عدد مرات اجراء ايه التجربة فاذا سحبت بطاقة عشوائية دون ملاحظة العدد الظاهر على هذه البطاقة فاذا كان احتمال ان تحمل بطاقة عدد زوجي كام 8 من 10 هنا جيب لك الاحتمال يا أولاد جيب لك احتمال ان يكون عدد زوجي جيب لك 8 من 100 هنا عايز عدد البطاقات اللي تحمل عدد زوجي عدد البطاقات اللي تحمل عدد فردي طب بعد كده اغير هنا اذا تكرر الساحب 600 مرة يبقى كده العدد الى 40 تغير معنا بيقى 600 فما عدد مرات ظهور عدد الزوجي هنا يا أولاد الحل حاجة بسيطة خالص احنا جيبنا الاحتمال الاحتمال جيب هنا يبقى عاد ايه نضرب الاحتمال في الـ 40 جيبنا الاحتمال هو عايز اددنا الاحتمال ويدنا عدد مرات إجراء التجربة وع weeks عادد البطاقات التحمل على زوجة نضرب الاحتمال في 8 في الـ 40 عائل كل يدنا ايه ولاد يدنا عادد البطاقة التحمل عادد الزوجة فاقول عادد البطاقات التحمل على الزوجة 8 من dio 10 اللي هو الاحتمال في 40 هو العادد كل لأجراء التجربة يدينا ال號 32 يعني لما نضرب 8 من 10 في 40 يديك 32 بطاقة طب هنا عدد البطاقات لتحمل عدد فردة لها حلين يا أولاد إما تطرح 40 من 32 يديك 8 بطاقات إما تعمل يا أولاد تطرح الاحتمال الاحتمال يا أولاد 1 ناقص 8 من 10 يديك 2 من 10 2 يا أولاد 2 من 10 يبقى نقول 1 احتمال أن تحمل نقول احتمال أن تحمل يا أولاد احتمال أن تحمل بطاقة عدد فردة 1 ناقص 8 من 10 يديك 2 من 10 أو تعمل الخطوة التي تعملها بطريقة الثانية تقول 40 ناقص 32 يديك 8 بطاقات وصحنا لدينا عدد زوجي عدد فردة إحنا جيبنا الزوجة كام 32 يبقى الفردة 40 ناقص 32 يديك 8 بطاقات أو بطريقة اللي قلنا عليها الثانية يا أولاد نرحنا الاحتمال عبارة عن أي حاجة احتمال واحد أي احتمال مجموحهم واحد يا أولاد احتمالات أي إجراء أي تجربة واحد فتقول 1 ناقص 8 من 10 يديك 2 من 10 تضرب 2 من 10 في 40 يديك 8 بطاقات طيب هنا السؤال التالب إذا تكرر سحب 600 هنا غير العدد بدأ من هو 40 يخلى 600 سهلا خاص تضرب 600 في 8 من 10 بدأ من 8 من 10 في 40 ضرب 600 في 8 من 10 يعني لقوها بكام يا أولاد 480 480 ده بالنسبة لمثال 2 مثال 3 يقول هنا إذا رميت مكعب مرقم بالأعداد من 1 ل 6 يبقى عندك المكعب لو حجر النرض مرقم من 1 ل 6 رمناه كم مرة يا أولاد 250 مرة يبقى كده عدد إجراء التجربة كام 250 كم مرة تنبأ فيها بأن يكون عدد الزائر على وجه العلوي للمكعب عدد زوجة هنا عندك العدد الزوجة من 1 ل 6 ل 2 وال 4 وال 6 يبقى تقول 3 أعداد وهم كلهم 6 باحتمار ظهور كده نحن نجيب الاحتمال لول فنقول احتمار ظهور عدد الزوجة على الوجه العلوي 3 على 6 1 على 2 يعني نص 3 على 6 يساو 1 على 2 يعني نص عدد مرات ظهور عدد الزوجة نضرب النص ده في 250 بعد مرات ظهور عدد الزوجة على رجه المكعب العلوي نقول 1 على 2 250 125 مره 125 مره عن حين بعد مثال سؤال ثاني يختبر نفسك نحلوه سوا لكي نفهم أكثر هنا جدوى التالي يبين نتائج استطلاع عراء 50 شاب اللي عندنا ده أولاد اللي هي عدد مرات إجراء التجربة حول اللعبة الرياضية المفضلة لكل منهما هنا أولاد كرة القدم قلة 25 تنس 4 كرة السلة 6 كرة الطائرة 15 عايز منين ايه هنا أولاد احتمال أن يفضل الشاب لعبة كرة القدم نجيب ها ازاي نكسم 25 على 50 على ايه أولاد 50 نص 1 على 2 هنا احتمال أن يفضل الشاب لعبة القرة الطائرة هنا القرة الطائرة كام هنا أولاد القرة طائرة فنكسم 15 على 50 يساوي كام فنقر هنا على الخمسة على الخمسة فيها الثلاثة وعلى الخمسة فيها العشرة يعني الثلاثة العشرة يعني ثلاثة من عشرة تلاثة يا أولاد 3 من 10 ده احتمال ان يفضل الشاب لعبة السلة طب هنا السلة 6 فنقوله 6 على 50 6 على ايه يا ولاد على 50 فنقوله على ال 2 فيها 3 على ال 2 فيها القام يا ولاد فيها 3 وعال ال 2 فيها 25 يبقى قام هنا 3 على 25 3 على 25 يبقى احتمال ان يفضل الشاب لعبة السلة احتمال 3 على 25 طب هنا اولاد قال لك اذا كان هناك احتمال هناك ايه 800 شاب يبقى عدد بقان 50 بقى 800 احتمال ان يكون هناك 800 اذا كان هناك 800 شاب فما لازم يمكنك تنبو عن عدد الشوائل يبقى لعبة قردة القدم يبقى احنا جايبين احتمال قردة القدم اللي هو نص يعني اعمل ايه اولاد نضرب عشان يجيب العدد نضرب الاحتمال اللي هو كان 1 على 2 فيه كان فيه 800 اللي هو عدد مرات اجراء التجربة يبقى نص في 800 يعني كان 400 شاب يبقى 400 شاب يفضلون ايه اولاد لعبة قردة القدم وبكده وصلنا معاكم من نهاية الدرس اللي النهاردة ارجو كلي استفدتم معنا واللقاء في درس يجديك من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجوك في القناة